انت من الزعل الكلام.. انت زعلان بين عليك التزعل الدايق اه وا متأزم وش مصدق نفسي نهو الاهلي والزمارك يحصل لهم كدا في البطول الافريقية انا على الفاصل انا انت بتقوللي فعلا الاتنين يعني انت الااهليce غا continues الاهلية في الاهلي يعني فرقتين احسن في افريقيا ومصر فبين عليك الزعل فعلا اه انا انت من الزعلان ولا اا لأ من الزعلان اول مش gotten realize على الكلام ده وانا قلته لك حلقات كتيرة ممكن حتى في الانترو دلوقتي اللي كانت قابلين على طول ان الاهلي شتان الفارق ما بين الاهلي المحلي والاهلي الافريكي ده يبين لك ان الاهلي قال محلي هنا احنا بنكسب بعض هنا حتى الفرقة اللي ما تعتبر رياه في اخر جدول المريخ انت كسبها ترتة اتنين بالعافية هنا فانا متوقع لان الاهلي مفوش فرقة كاملة والزمالك مفوش فرقة كاملة الزمالك بالنسبة له برضه يا كريم الظروف اللي حصلت قبل كده تغييرات ومش عارف ايه ووقف قيد ويه ويه لازم يدخل وكرترون وتأليفات لازم يدخلك في سكة تانية عايزك ترسلسل بس لازم اواطع اواطع كابتن محمد الزمالك عنده فرقة اه بتلات احتياطين على الال كلهم دوليين سواء في مصر او برا مصر تكلم في حمزة المسلوسي تكلم في اشرف بن شرقي غير بقى ازيزه غير الوينش غير محمد ابو جبل غير سيف الجزيري كل دول دوليين اه وصل اهلي برضو كلهم دوليين اخدك واحد لازم اعايز اربطهم مع بعض اعصد حتى لو الزمالك عنده نقصان انه ما عملش كده والكلام ده كله بس عنده فرقة لا تكسب اي فرقة في الكار مفروض يا كويس يا كابتن ما تنساش فيه ظروف كتيرة يعني كارترون اخر شهرين لي بوز الفرقة يعني هو كان عارف انها يمشي واصل مجلس درجي جديد اصل 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 مع الناس هو في جنبه ده بيهد في الفرقة هو ده مش مستوى اللعيبة كلها فعلا ليه حاكتين نمرة واحد ان يراجع شبعان متشبع من البطولات اذا كان لعيبة مصرية او مغربة او توانسة جايهم ويشبعين من البطولة الافريقية الوحيد اللي اوح فيهم شوية زيزو وعمر كمال عبواحد وبرضو في الاخر رجع مش هو ده زيزو مش هو ده عمر اللي احنا شفناه ده ده امره طبعا دي نمرة واحد لعيبة الزمال نمرة اتنين في نادي الزمالك او الاندية الكبيرة عمتا ما ينفعشها كابتن اللعيبة اللي تمشي الدنيا لا الادارة هي اللي تمشي اللعيبة تمشي الدنيا طبعا فالفترة اللي قبل كده لا اللعيبة اللي كانت ممشي الدنيا لا احنا مش عارف ايه لا انا هجدد لا مش هجدد كل ده بياخد من تفكيرهم فده طبيعي الزمالك بقاله فوق ال 7-8 ماتشات ما تكسبش او يعني الماتشين الواحدين اللي كسبهم مقسما ممسك وحاسة اللعيبة بالخطورة انا بقول للماتشي الويدا ده كابتن لا الزمالك هييجي بأمانة اللعيبة هت انا محمل للعيبة كل حاجة لا الادارة ولا الفيريرا ولا اي حد العيبة العيبة اللي هي ترجع نفسها بالمناسبة بقول للناس مزعرش محمود علاء عارف لو محمود علاء بتتكرر منه الحاجات السيئة طبعا هو غلطان جدا بس ما تبعشي العيب انا بتكلمش على عقوبة النادي انا بتكلم على الجماهير دي نقطة انه هو هو ما بيغلطش على طول وهو قدم اعتزار انه شفت حضرك قلته فلا ده غلطته واحدة في عشر سنين فنبصله في الحاجة الكويسة اللي عملها ومعلش ومش هتتكرر تاني تفاهمني نفس الموضوع بس ما نخش لنادي الاهلي على حسام حسن نفس الموضوع الناس بتهاجموا جدا على الكرة اللي وياحها لا 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 حسام لو بياخد مواتشين تلاتة الكرة دي جون ويمكن بجونين كمان يعني بتضعش من حسام انا بكالب لوتي مواجم كبير رفع عليك كبير يعني انت اكيد انت اكتر راح هتبحاسس بي والتفاصيل بتاعة الكرة عشان في ناس هجمة حسام حسن لا لا حرام بأمانة لا 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 حرام الولد نازل ثقته مريحة منه احساس المواتشات رايح منه احساس الكرة رايح منه دي ما بديعش من حسام حسن أبدا صح ده ما بديعش من اللعيب عادي صح يعني نما هو فكر تلاتين تفكير عايز يجيب جوني عيني خصبن عنه الناس ما تشائلوش احكموا على حسام حسن لما يلعب ثلاثة مواتشات رابعة من النهاردة كان شريف وحش جدا يعني اغلب اللعيب صح كلهم كلهم يعني